شارك وزير الخارجية سامح شكري في اجتماعات المنتدى الإقليمي الثامن للاتحاد من أجل المتوسط والذي تستضيفه مدينة برشلونة الإسبانية وخلال مدخلاته في الاجتماع أكد شكري أهمية توقيت نعقاد الاجتماع في ضوء عظم الظرف التاريخي الذي اتعرض فيه الأراضي الفلسطينية المحتلة لعدوان غير مسبوق أودى بحيات أكثر من 14 ألف من المدنيين معظمهم من النساء والأطفال كما شدد شكري على أهمية الدور الذي يجب أن يضلع به الاتحاد من أجل المتوسط في وقف الحرب على غزة كما أشار وزير الخارجية إلى أن عدم مشاركة إسرائيل في الاجتماع وتهديدها الصريح بتجميد عضوياتها في الاتحاد من أجل المتوسط يؤكد التناقضات في نهج الحكومة الإسرائيلية الحالية تجاه التعاون الإقليمي لحل الأزمة ومفهوم التعايش